وعندك واحد فريكي شامية بالجاز شغل عمك أبراتك بدأ فريكي يا غوالي وهي الأكلة فعلاً بدأ احتراف وبدأ شغل هلا عندي أربع كاسات من الفريكي أربع كاسات من الكاس السحرية يعني بيطلعوا لهم يا غوالي شييييي أربعمائة جرام بتكون تقولوا فالفريكي مابتنغسل يا جماعة هلا حعلمك طريقة تشير الشوائب منها وبدون ما تخسلها وبنفسه لقت ما تروح منها طعمة الشوي هلأ منجيب طنجرة إذا كانت تيفال بيكون ممتاز كتير منيح وبيدي يا غوالي ليه ليهة خاروف الفريكة تتحمص بليهة الخاروف وهلأ بعد ما ساحة ليهة تبعنا بنزل عليها الفريكة يلي مالة مخسولة طبعا بنا نكون جايبين الفريكة ظريفة بنا جايبين الفريكة كلها غبرة ووسخ وجايبين ما من نخسلها أكيد هديكي وقتا نخسلوها نكون الفريكة مالة ظريفة هذا موضوع تاني هلأ بدي شوحها تشويح شوحتها تشويح رواء يعني عندي أربع كاسات من الفريكة خليني جيب كاسة سحرية هاي كاسة سحرية بس إلى أيدي يعني عندي هون المرأ عم بستنى ليغلي بديها يغلي ملح هون ما حطيت الملح ما بينحط هلأ هلأ خليني جيب المرأ هو وصخن هلأ السؤال الثالث الفريكة بتنيع الفريكة بتنيع بس مو بالمي الفريكة بتنيع بالمرأ ليش بديها تتشرب من المرأ ما بديها تنيع بشي تاني قديش عندي عندي أربع كاسات هلأ مناخد كاسة من المرأ يلي ما فيه ملح أساسا يلي خالي من الملح ومننزلها على الفريكة هاي واحدة وهي خمسة هلأ شو بدي ساوي طاولة لكم شو بدي ساوي بعد ما حطيت لكل كاسة من الفريكة تقريبا كاسة وربع من المرأ بحرك هيكل الفريكة لحتى تطلع هالشوائب لفوق شايفين الفريكة الظريفة ما بيطلع لشوائب بيورجيت كونياها كتير هلأ شو بساوي بجيب مصفاية تبع الشاي وبقش الشوائب يلي طاعين على الوش بدي جيب الغطة تبع الطنجرة وغطيها بعد ما غطيتها بجيب أي بشكير عندي شو بساوي بغطي الغطة من فوق هيك بالبشكير بشكل كتير منيح وهلأ بنقى على الفريكة بتركها تقريبا نص ساعة 45 دقيقة لحتى لاقي الفريكة تطلع هيك شقة عليها لاقيها طلعت على الوش تشربت من المرأ وطلعت على الوش وهلأ بنساوي الفروج لنعمل تتبيلة فروج خطيرة طبعا أنا ما عم ساوي فروج مسلوق عم ساوي الفروج وين يا غوالي بالفرن مشوي شوي يعني هيك فروج مشوي قاعد فوق هالفريكة شغلة مرتبة بس ليش لانه عندي مرأة مخبي مرأة من مبارح ماذا معكم مرأة الافضل انه تسحبوا مرأة من الفروج وبعدها تشو يعني تسلقوت للترباعة السلقة وبعدها تكملوهم شوي هلأ بجيب ليمونة مقطعها شرحات بزيتها هون وبدي من النملية السلام عليكم ملح كركم بابريكة هيل فلفل أبيض زنجبيل وبدي شوية حذركم قرفة وجوست الطيب شوي بس هلأ حطينا الليمونة الشرحات هون شو منساوي أول شغلة منجيب ملح منرشرش عليها يعني قدر ربع معلقة ملح بفريكة هيك شايفين بهالطريقة هاي الجلد تبع الليمون فيه زيت بدي طلع الزيوت اللي موجودة بالليمونة ايه متخيلين وين الدقة لهون الدقة هاي بتعطي طعمة كتير خرافية هلأ هيك تمام ديرجا أعطيها ملح يعني هيك كلهم تقريبا حاطت معلقة ملح هون أنا و بدي حط نص معلقة بابريكة و بدي حط كمان فلفل أبيض ربع معلقة فيكن تحطوا أسود عادي وربع معلقة هيل ما في كتير بهارات ليش لأنه بدي حافظ على طعم الجاج ربع معلقة زنجبيل وربع قرفة وربع كركم من شان اللون وربع معلقة جوست الطيب هلأ بدي معلقة صغيرة من شو دبس البندورة لأنه يا جماعة دبس البندورة هو اللي بيعطيه اللون للفروش هذا اللون المحمر هيك المحمر المشمر هو اللي بيعطيها دبس البندورة زيت نباتي بسم الله يعني أدر معلقتين أكل و بدي حرك هاي المكونات كلها مع بعضا الريحة شغلة عمك أبراتي و هلأ بدي أدعك الفروش دعك بهاي المكونات و هاي الخلطة اللي حطيتها شايفين ما أحلى؟ أكابر يا أخي ما عم بيحكي شيء قاعد ساكت بنخليه بنقع مسلا ساعة و فينا ما نخليه يعني أنتم الموضوع بيرجع لكن أنا الصراحة ما كير معي وقت فأعمال أخليه لأنه بياخد وقت بالفرن لححطه عصينية وع الفرن هلأ الفرن تبعي شغال ع حرارة 180 يا غوالي فوق وتحت و إذا عنكن ما روح أشغلوها مع عنكن أمركن لا الله يعني ما بيأسئل هيك هيك بيزبط بحط الصينية تبعي بالرف التحتاني أول رف من تحت و هلأ بجيب مي وبحطها بالصينية يعني قدر كاسة مي ليش؟ منشان بضل عم تعطير طوبة مي سخنة طبعا منشان بضل عم تعطير طوبة للفروج بياخد له قريب الساعة ليش؟ بده ينطبخ على مهل الحرارة مالة عالية منشان ياخد لون حلو ويطلع مستوي من جوا وبنغرش الفريكة خليني بس هيك أعملي كزلك عليها شايفين شلون طلعت على الوش طبعا هدول الصغار اللي عم تشوفون هاي اللية خليني بلش بالبهارات بسم الله بهاراتها بسيطة الفريكة شايفين بس هدول بس بدي ملح وفلفل أبيض هدول كت عم بمزح معكم فيهم والله بس هدول دي حد ما بدي حد شي تاني معلقة ملح بما انه المرأة مالة ملحة ولا تكتروا ملح وفلفل أبيض أفضل من الأسود واذا عنكم ما عنكم أبيض ما في مشكلة قدر نص معلقة أو أقل شوي والله خي أخذها على النار ما بشغل العين الكبيرة بشغل العين الوسط وبحطها على الوسط وبتركها تنطبخ على مهل بس لاقيه بلشت تغلي المي بنوس النار على الاخير وبتركها تنطبخ على مهلة الفريكة بتنطبخ على مهلة يا جماعة مشان تفتح الحبة وتاخد راحتها بدأت تفتح برواء هلا حمصنا المكسرات يا غوالي وبناخد البازاليا شو بنا نساوي بالبازاليا؟ بنا نشك لسلة أمورها تحميصة على الخفيف الفريكة ما لازم تكون معجنة وما لازم تكون متل ما بيقولوا مدردرة يعني يحكي الحبة بحبتها بين البينين الفريكة شغل عمك أبراتب شوف يا غالي شوف شوف ما أحلها شوف عطونا وحدة الله يبارك له غير شكل وهلا البازاليا بسم الله هيك شاكل سلة الأمور شايفين اللون شو حلو؟ وهلا بدأت تنزل عليها يا غالي بالمكسرات أخ والله المكسرات بتكسير الظهر بسم الله شوفوا لي على هالفروج مع أحلا ريحته والله ما بتنوصف عن جد ريحته خرافية وعندك واحد فريكة شامية بالجاج شغل عمك أبراتب